اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الاخيرة من برنامج الترند وبنتكلم بقى عن القرى العالمية والترندات العالمية في اللحظات وفي المتابعة برسوشال ميديا في الايام الاخيرة او الساعات الاخيرة طبعا كلنا فجعنا من حادث الانفجار اللي وقع في لبنان وقلوبنا كلها مع الشعب اللبناني للشقيق وصار عدد كبير جدا من نجوم الرياضة سواء في مصر او حتى في كل دول العالم لدعم لبنان وشعبها من خلال عنوين عن قلها مع حضراتكم البداية كانت مع محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الانجليزي اللي نشر صور التعالم لبنان عبر حسابه الرسمي على الانستجرام وكتب عليه صلوا من اجل لبنان كمان الحساب الرسمي لنادي برشلونة الاسباني نشر عالم لبنان وقدم التعازي لكل الشعب اللبناني الحساب الرسمي لسبورت 360 على تويتر قال ان ترابزون سبورت تركي تقدم بعرض رسمي لضم محمد النني على سبيل الاعارة واعلن الحساب الرسمي لمنشستر سيتي على تويتر ايضا التعاقد مع فيران توريس قادمة من فلنسيا حتى عام 2025 ونشرت الصفحة الرسمية لموقع يلا قورة على الانستجرام تقارير عن شكوك حول جهازية هازارد للمشاركة امام سيتي بدور الابطال كمان اعلنت الصفحة الرسمية لموقع في الجول سلبية جميع فحوصات لاعبية ريال مدريد قبل السفر لانجلترا لمواجهة منشستر سيتي طبعا معظم الكلام رايح في الانتقالات وكان تضامن مع لبنان في الحادث الارهابي اللي حدث سابق الامس لكن مشاركات الجماهير بالنسبة لنا مشاركات مهمة جدا نحب نتكلم على سؤال اللي كنا طرحناه كان سؤال متعلق الفريق الابرز او شايفين بعد عودة نظام الزهاب والاياب من الفريق اللي هيكون اكثر حزوزا في التأهل للمباراة النهائية ويكون سعيد الحظ بالوصول لختام المصابقة الافريقية للاميرة الصمرة هابدأ الاول بتفاعل الجماهير بالنسبة لسؤال الحلقة عبر تويتر واللي بدأ من خلال علي العساوي قال الاهلي مفيش كلام محمد عبدالصابور قال الاهلي طبعا وسامة الشريف قال جميع الفرق كلها حزوزها متساوية محمد السيد قال بإذن الله الاهلي والبطولة التسعى ان شاء الله هذا الموسم باسم الاهلي احمد علي قال الاهلي والزمالك لان اول مباراة في المغرب والعودة في مصر اتمنى يكون النهائي الاهلي والزمالك عمر قال بإذن الله النادي الاهلي تامر بإذن الله الاهلي نادي القرن سيمر للنهائي كالعادة محمد عبدالمعطي قال النسب كلها متساوية الفريق الأجهز بدنيا واللي عرف في جاهز نفسه في فترة التوقف هو الأوفر حزا طيب ده كان من خلال تويتر طب نشوف الفيسبوك كان فيه برضو تعليقات أخرى لعدد من المشاركين والجماهير البداية كانت مع يسري عبدو يسري عبدو قال الاهلي لان كل الفرق تدافع عمامه وتلعب على المرتدة او تنتظر ضربات الجزاء لان الاهلي يلعب دائما على الفوز ابراهيم عبدالشافي قال الاكيد الاهلي لان خبرات اللعيبة مش هتفرق معها ولا النظام الجديد ولا القديم الاهلي هاشتاج ملك افريقيا محمد عبدالمجيد قال الفريقين اللي هيتلعب الاياب على ارضهم هم الأوفر حزا وحسام جلال قال بإذن الله تكون البطولة أهلاوية واحمد المصري قال ان شاء الله يكون المفيد او هذا النظام مفيد للمارد الأحمر ويحقق البطولة التسعة وعبدالعزيز او عبدالعال عزة قال الاهلي والرجاء في النهاء ان شاء الله وحسن ايهاب قال الاهلي مش هيفرق معاه وكان عدد من المشاركات لعدد من الجماهير في الاجابة على هذا السؤال من الفريق الأقصر حزوزا نتمنى يا رب ان شاء الله يكون النادي الأهلي أقصر حزوزا ومتأهل بإذن الله المباراة النهائية ونظام الزهاب والاياب يفيد النادي اللي يقدر يلعب مباراة تكتيكية وبدنية وفنية على أعلى مستوى بشكر حضراتكم الحسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي في حرقات أخرى من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء